أكثر من مليون معلم وأكثر من 13 مليون طالب وطالبة والتعليم في العراق له باعه وتاريخه من مهد أرض الحضارات وما بين ماض يتغنى به السابقون واللاحقون وحاضر يرثى له من واقع تعليم لا يقل قسوة عن الفقر والجوع 11 مليون طالب في الموسم الدراسي الحالي أكثر من 400 ألف طالب جديد يدخل المدارس في كل عام وسط نقص كبير في بنايات المدارس والكتب الدراسية وقلة الكادر التدرسي نقابة المعلمين في المثنى قررت عدم استقبال المهنئين بعيد المعلم مرجعة السبب إلى أن غالبية المعلمين يسكنون في المناطق العشوائية والمتقاعدين لم يتحصلوا على قطع أراضي سكنية الحكومة في عيد المعلم أطلقت جملة تعهدات دعما للمعلمين لذلك فإن الحكومة لن تتدخر جدا في توفير كل ما من شأنه أن يحفظ للمعلم كرامته ويجعله عزيزا مقتدرا ولعل موضوع السكن الذي يمثل تهديدا للأمن الاجتماعي للعراقيين عموما ولشريحة المعلمين بالخصوص هو أكثر ما يشهل بال المعلمين لذلك فإن الحكومة حريصة على توفير سكن آمن للمعلمين وأسرهم وهو استحقاق وليس منة أو تكرما تعهدات ينتظرها المعلمون والطلاب كما انتظروا سابقاتها من حكومات متعاقبة علها هذه المرة تتحقق وتعيد للتعليم والمعلم نهجة تميز كما كان مفوضية حقوق الإنسان أكدت سابقا وجود 1775 مدرسة آلة لسقوط غير صالحة للاستخدام و820 مدرسة طينية وكارفانية أو على شكل مخيمات ورغم أن الحكومات ما بعد عام 2003 أنفقت أكثر من 28 مليار دولار على مشاريع تربوية لكن كثيرا منها لم يرى النور في التصنيف العالمي لعام 2021 لجودة التعليم الذي ضم 180 دولة بقي العراق خارج سلم التصنيف حسب المؤشر الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن مستويات التعليم في الدول حيث اعتبر المؤشر العراق والسوريا واليمن دولا غير مصنفة لعدم توفر أبسط معايير جودة التعليم فيها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر